هوةٌ سائرةٌ في الاتساع بين قيادات طاليبان بدايتها كانت خطاباتٍ من وزير الداخلية سيراج الدين حقاني ينتقد فيها تزمت قرارات قائد الحركة ملاهبة الله أخوانت زادا بشكلٍ غير مباشر ولكن سرعان ما تحول الخطاب المبهم إلى تحركٍ واضح حقاني طرح فكرة إنشاء مجلس شورى تناقش في إطاره السياسات والقرارات بعيداً عن هيمنة قيادة قندهار جاء هذا بعد امتعاض القيادات في كابل من رفض أخوانت زادا مقابلتهم ونقاشهم بخصوص تعليم الفتيات وعمل النساء القرار الذي وسع الهوة بين طالبان ودول العالم في الوقت الذي تحتاج فيه أفغانستان إلى المساعدات الدولية لما تعانيه من فقرٍ شديدٍ يكاد أن يصل بشعبها إلى مجاعةٍ قاتلة نظام أخوانت زادا في الحلم شمولي حيث يتدخل في الشؤون المدنية والعسكرية على حدٍ سواء وهنا تفق وزير الداخلية مع وزير الدفاع ملا محمد يعقوب الذي يمتلك أهميةً رمزيةً كونه ابن مؤسس الحركة الملا عمر هذا الاتفاق يهدف إلى محاولة التغيير السلمي عبر مجلس الشورى ولكن في بلادٍ كأفغانستان لا تعرف ثقافة الحوار إلا إذا كانت أصوات المتحاولين ممتزجةً بأصوات إطلاق النار لا يتوقع المراقبون أن تنجح سلمية التغيير فهناك أنباء عن قرب تنصيب رئيسٍ جديدٍ للوزراء مقربٍ للقائد ومتشددٍ مثله هو قاضي القضاء عبد الحكيم حقاني الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز النهج المتزمت في تسيير أفغانستان أنسنا ماسي العربية